أكد سموشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري أن التعليم يأتي في مقدمة الأولويات الوطنية لما له من دور أساسي في تحقيق التقدم والنماء على كافة الأصعدة مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم والتدريب وفي كافة المجالات لصالح أبناء الوطن عملية مستمرة من أجل بناء مستقبل للبحرين يكون زاخرا بمنجزة أبنائها تماشيا مع رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ونوه سموه بما يوليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام بإثراء المسيرة التعليمية في المملكة عبر العديد من المبادرات التي يتم الحرص على الأخذ بها نهجا في مسيرة عمل وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وقال سموه إن عزيمة أبناء الوطن وإصرارهم الجلي على مواصلة التعليم الجامعي وصولا للدراسات العليا دليل على ما يتسمون به من عشق الإنجاز وما نجاحهم بتفوق في مختلف المراحل الدراسية إلا انطلاق لحصد المزيد من التميز بما يعود أثره بالخير والمنفع على الوطن والمواطنين جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري في قصر الرفاع اليوم حيث أعرب سموه أنتهاني لكافة الطلبة والطالبات الذين تشهدوا مملكة البحرين فرحة نجاحهم في مختلف المراحل الدراسية متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح موجها سموه المعنيين بالوقف لفتح باب الترشيح أمام خريجي المرحلة الثانوية للتسجيل للدفع العاشرة من بعثات وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري للعام الأكاديمي 2023-2024 وذلك مطلع يوليو 2023 وأشار سموه إلى أن وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري يواصل تنفيذ خططه في فتح المزيد من الفرص التعليمية النوعية أمام أبناء الوطن لمواصلة تحصيلهم العلمي بما يتوافق مع متطلبات التنمية ويصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة للمملكة هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث تم الإطلاع على عدد من التقارير الفصلية واستعراض الهوية البصرية الجديدة للوقف إلى جانب مستجدات المشروع الاستثماري الهادف إلى دعم برامج وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وتعزيز استدامته المالية